يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من رواية العرباط ابن ساريا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال له الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة ودع لما وعظهم فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى آخر ما جاء من النصوص وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في سنن أبي داود وستفترق أمتي وفي لفظ والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال الجماعة كما قال الألباني رحمه الله قال وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي النصوص لو مش تركزت فيها براها بتلقى إن نزول الدائر النجأ من الضلال في الدنيا والدائر النجأ من عذاب الله في الآخرة والدائر الله يرضى عليه في الآية الأولى والدائر يدخل الجنة والدائر إنجوا من الباطل عند الاختلاف والخلاف عليه باتباع السلفية بس باختصار دار تنجوا من الضلال في الدنيا ومن غضب الله والله يرضى عليك سبحانه وتعالى وتدخل الجنة مش كلهم دارين كذا جماعة ولا في حاية تانية قل لكم وأعمامنا ذا الله أحفظون والناس قل لهم نحسبون ونحسبكم الزولة الدائر إنجوا أجماعة من الضلال في الدنيا كررتها ثلاثة مرات وإنجوا من عذاب الله في الآخرة ويدخل الجنة ابقى سلفي سلفي ما حزب ما أنصار سنة ولا جمعية ولا واب الصيب ولا مركز عام ولا تبع الدجال وأي زول شي تحيل وفك سواريخ الآن تتحمل جيت حزب هنا والله الذي لعي لغير ونحن ما زي الدجال في عصبج هنا كان جيت في الترابيز هذه حزب الليلة تردم لما انقلبك يقف لأننا عرف الحاصل والراحة نوريك وفي أعمامنا يعني نحن دعنا نحترمون وفينا ندي الناس فوائد جزاو الله خير وكرمونا جو ويتواضعوا سمعوا لنا دارين نديك فوائد ودعرف الحق من الباطل السلفية جماعة ما حزب ولا جماعة بتاعت فلان من الناس الليلة السلفية الكتاب والسنة وما كان عليه السلف السلف ديل منه الصحابة ومن سارة على ناجم الدرب ده حق واللباطل أجم درب الصحابة ده درب الحق ونحن ما حزب ما عندنا رئيس التنظيم انتم بتعرفوا أسمنوا رئيس التنظيم هو ينو ذاته في رئيس عندنا في البلد دي رئيس واحد عنده الجيش والدعم السريع والشغل لكله رئيس في البلد دي واحد بتعرفوا رئيس غيره في البلد دي مش في رئيس جمهورية في البلد دي ولا هو ما سوها كم نفر في البلد دي مش واحد ولا الثاني ما بنعرف رئيس غيره والله الذي لا إلى غيره ما في اسماعيل عثمان ما في عبد الكريم محمد عبد الكريم ما في عطالة ما في مجرمين في كتاب سنة بفهم السلف واتحداهم مننا ليه بعد عشر سنة يجيبوا لنا آية نبقى مركز عام فيه في حديث نبقى إصلاح في أثر عن السلف نبقى جمعية في أثر عن ألا إما الأربعة نبقى وابل صيب في دليل نبقى صافية دا نبقى مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة انت زعلان ما لك انت يا حزبي زعلان ليه أنا دار أعرف مرضك دا بتمرقه امتين انت زول قالوا لك ما تنادي غير الله قلت ما بنادي غير الله قال لك أما في علم الغيب إلا الله قلتك ويس قدوك ألادي الله قال لك ما دعلك حجاب قلتك ويس وكد عندك ونادي الله ما بنعلق حجاب قال لك ما تطوف في القبة وكد عندك وندليل ما بنطوف قال لك ما تسيب الصحابة وكد شيخك سباون والدليل ما تسيبون ليه ما بتسمع الكلام ليه ليه فارقت أبوك ومك وأهلك في التصوف وبيت تفارق شيخك لما نفارق الحق أحب لك يا تويتك هذه الناس معنا عرفك دا داك شنو دا أما مصطفى دا أداك كم وشال منك كم بأمانك أداك كم أبوك رباك كم زنة أمك ربتك كم زنة فارقت ليا دريب لما نبيك صوفيها وده ما رباك دقيقة دا ما رباك على الحق المبين والسلفية الواضحة ومسكك بها وإن خالفه وعلمك تخالفه وتترك منهجه الباطل وتروض عليه وتبقى قدر الشغل دا أنت بتدع الصبلة ليه دع الصبلة ليه صلاح جودة وأيوب موسى وسفلة من الناس ديل أسألهم كل أي زول عنده علاقة بيون الآن يسألهم قول لهم بتروا الكلام في الوزير في الملأ إن قالوا بن راو اللي مرقوا راسون عشان عارفوا الحاصب وإن قالوا ما بن راو شيخون يتكلم في الوزير وين ردكم وين الرد عزال صلاح جودة وعزال أيوب موسى قول ليه مزم الفقير هو بكر أداب من المرتدين ولا عندك مسلمين ومزعلينك قول ليه آتوا فيهم كان قال لك مرتد قول ليه وين تسجيلك كان قال لك ما مرتد وين ردك عليه شيخك ده نعرف الرد وين أيوب موسى ده في ديوان ابن تيميه هناك فيهم بده قال ليه أنا لما شيخ ده كفر أداب وكذي قال ليه مرتد قلت لا شيخ قال ليه ما صح يعني قال ليه أيوب برود عليكم ما بتنوم بالليل لبد طوالي العوير العوير لبد إنت أغمد ساهر سبح إنت ما بتقدر تنوم ليه أس الزول قاعد يرود علينا لما نذكر الرد بالنوم بمزاج إما ضبطنا المنبذات يمكن الصبح يفوت إلا يشاء ربي شي إنت أزول ها لذلك أنا ماذا أرضي إذا ما الناس أجماعة الناس تكون على السلفية السلفية شنو؟ كتاب سنة بفهم السلف ما تدعصب ليه زول ولا نحن ما تدعصب ليه بكرة إن خالفنا الحق أردمنا طواله ولا كرامة وبناموت أبشرك بيموت ولا ما بيموت؟ بيموت وإنت بتموت ولا ما بتموت؟ بكرة يمكن يجيب لك خبرنا بتخش معنا القبر؟ بنخش معاك القبر؟ ديل بخش معاك القبر؟ قال الله في القرآن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إت لو النازل تتبقوا أولي سواء وإت مع الله مع الكتاب والسنة ومع الحق خسران؟ خسران؟ الدين دا لمن بقى يلحق يلأهل إبراهيم عليه السلام قال لهم وأعتزلكم مع السلام دا صح التعبير وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الله بدلوا لا يفضل مننا ولا ولا ما بدلوا بدلوا يا أخي أبقى مع الحق يا أخي يا أخي ما لكم ما لأشخاص أسأل الناس قل ليوني أنت مركز عام جودل بيجي بسرخ بأي جاي هو بأي جاي بأي جاي قل ليت مع المركز عام إنت مركزي خليك واضح ما بنعارب ونالناس إنت مركزي لا الله يا أخي كان بيجي مركزي يمكن غيير الشغل كان مركزي ورينه لو ما مركزي وين ردك عليهم ولا عشان شيخك عشان الشيخ تعصب أعمى زول من هنا بيرود عليه شيخ ربيع ويدافع عن الحلم وعن محمد الصفاديح اللوها كيف ديل زاعتوا المتحذبين ديل هس الجنة البكورك ده عالم وما عالم وغوك وجوطة أعظم الصحابة ولا العلماء المعاصرين الآن خلي قل ديل علماء قل ناسك ديل ما بنعارب فيهم واحد عالم قل علماء ده كاترة ديل قل علماء أعظم الصحابة جماعة ولا ديل أعظم ياتوا مش الصحابة زول وقع في الصحابة التلابد وقد تدافع زول يتكلم في شيوخك ديل ما في الصحابة ولا في الأئمة الأربعة ولا في التابعين قبلهم ولا في أتباع التابعين ولا في الأئمة المعروفين بالتمسك بالحق ما تكلم فيهم ما طعننا في عالم واحد ما الشي على الحق طعننا في منه واحد بس طعننا فيهم ما في تكلمنا في الدكاثرة ديل وتكلمنا بحق تكلمنا بباطل تزعلان لئه قلنا الهدية قال بحب البرعي قال هو ما قال قال أسماء في حياتنا انت ما في أسماء في حياتك ولا شنو في أسماء في حياتنا جابوا عديل قال أنا والله بحب البرعي أنتوا بتحبوا أزالوا جودة قلنا بتحب البرعي عشان نبقى واضحين أزالوه وأنا طبعا نزلت تحت شوية كده لأنه المعركة مع الكبار لكن نزلنا شوية أنا نزلت برايك ما جايب شيئا بدهم بالرفرف ساي وبعدين الشيخ يمكن الشيخ مزمّل برضو بيجيك به هليكوبتر لكن أنا تراهو نزلت معاك هنا دي في العكرة ده شغل بعوض تراب كله نزلنا تحت والريك الحاصل والله الذي لا إلى غيره قلت بتحبها البرعي يا جودة إن بتحبها البرعي أبقى واضح الناس قدير يعرفوا الحاصل وإما بتحبه العادية قال بحبها البرعي التموقفك شن قال والله أقسم بالله والله أنا بحب البرعي الله قال في القرآن لا تجد قوما شاءنا نجيب لك العادية الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أنواع المحبة الطبيعية ثلاثة محبة مع شيء من التعظيم كمحبة الأب والأستاذ من غير تعظيم الشرك النوع الثاني محبة مع شيء من الشفقة كمحبة الولد واليتيم والضعيف والمنكسر كمحبة الولد أو أبناءهم محبة ثالثة محبة المخالطة والمعاشرة كمحبة الأصحاب والإخوان أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إتا وين تحب البرع عاديل كذير إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل دي قال البرع قال نادو إسماعيل والله في القرآن قال ولا تدعو من دون الله إسماعيل دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين نحن مع الناس المعارفين المشكلة مع ناس البرع والجماعة ديل والقوم ديل مشكلتنا معاهم قلنا نادو الله بس واحدوا الله عظموا الله تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تسفوا التراب ما تنادوا الأموات ما تمشوا للدجالين ما تمشوا للعرافين ما تدقوا النوبات ما تسووا طرق ما تأكلوا بياض الناء البياض وتنوموا بالخيرة وتفتحوا الكتاب وتكفلوا ده كل ما من الدين فهمت كلامي؟ ده مشكلتنا مع الصوفية براونوا بشاقين داريبوا القباب القباب بتاعة في المغابر ده حق قطوونه مهي الصوفية ده شيخ الصوفية قال أنا بحبه ده الهدية واحد سبتها واحد واحد قال كذي وقال شعرت معاوية ده ما من قطعه مع الصوفية شعرت معاوية ما من قطعه نحن قطعنا وجدعنا وشال الهوى طارت وره تعني إلا يجيبها رب العزة والجلال يتوبه بعد ذاك رب العزة والجلال بيجيبها الشغالة دي ممكن تاني تتلزق ولا يشوفوا لا حاجة دي بيجنبه عارف الكلام واحد اتنين الناس دي المات الترابي انت عارف الحزبية دي مات الترابي عديل ماشه له ماشه واحد ممثل الجماعة اسمه ياسر ياسر قال دي شخصية إسلامية قال شنو لن تتكرر ما بتتكرر قال واتكلم في منابر ما عهد الناس الاسلام ما عهد الناس الكلام فيها عن الاسلام دا الترابي ترابي تفاهم كلامي دا ماشه شكره دي حلوها كيف يا حزبي شكر الترابي وتنبذنا نحن بعد العرق دا تنبذنا عديل كذي قال لنا عصباجية شكر الترابي 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 دا خليه الشغول التاني خليه التاني مبتدع ولا ما مبتدع التاني خليه مبتدع ولا ما مبتدع الترابي مجل مبتدع اقرسونا نبي داود مكتبة دار المعارف الجزء التالي باب مجانبة اهل البدع وباب عدم السلام او رد السلام على اهل البدع جاء فيه من ضمن الأحاديث أورد حديثين في سنن أبي داود الجزء التالي في طبعا جايبينه ثلاثة أجزاء جاء أحاديث من ضمن أحاديثين أورد حديثين الأول عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صحابي جليل ولا ما جليل وحديث صحى والألباني مسى الزعفران أو مسه أهله بالزعفران فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فلم يرد عليه السلام مسى جنه الزعفران صحابي جليل ما مبتدع كالرسول علمه صلى الله عليه وسلم وفي البداية ما رد عليه السلام ما رد عليه السلام مسى جنه مش مسى عقيدة عذاب القبر ولا قيام ولا علامات الساعة ولا الباطل ولا نزول عيسى عليه السلام طعام فيه لا 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 مواضع ذي ما تكلم فيها صحابي جليل ما في صحابي مبتدع ولا واحد الحديث الثاني أورده وهو أصلاً في البخاري ومسلم أيضاً وذكر أخونا شيخ شهاب جزال الله خير حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجره هو ومعه اثنان من الصحابة مدة الغزوة غزوة التبوك وكانت خمسين يوماً هجران هجروا صحابة أجل الله إنت أختي أخذي فيه وأوما في كلام ما عندهم بدعة ولا مبتدعة رضي الله عنه ولم نضع فيهم بكلمة والصحابي لمن ينبهوا طوالب يرجع للحق لكن تعرف الفائدة هنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم شنو أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا الآخر الآية تم شيخ تثني عليه الترابي عديل كذي ترابي وده ردوا على العلماء الجامي بس مثال الجامي رد عليه شيخ مقبل رد عليه خليه نحن صغار قلت بعض بيه إنته شنو يناس لو جيت هنا دي رديد علينا وما في طريقة لكن لو جيت خلاص ممكن طريقة ممكن طيبة ولو جيت لو جيت ذاته في ذول بديك بنية هنا فيكم واحد بدي بنية ما كان عتشت ذاته جاكب الشهاق من الدك وباية كذا ما عندنا ما الدك وباية هنا في البلد دي أمشي أسي مسجد أمشي هنا الفتيحاب قل دار تردو ما الدجال في الفتيحاب بتلقى بنيتين أو لا بتلقى تلاتة يمكن تلقى وما عندنا مشكلة نحن لو ما عندنا مشكلة طيب تلاتة الناس ذي إلى جماعة انصار السنة أولئي الجماعة وعلى رأسهم إسماعيل عثمان ممثل الجماعة ونحن نضعم في الجماعة في الجماعات بالرؤوس وبالكتب والمراجع بتاعتهم يا إما برؤوس يا إما بشن كتب ومراجع إسماعيل عثمان دا ليه قريب بس رمضان دا في رمضان دا قبله ولا بعد ولا في رمضان ذاته في رمضان مش مشى لجماعة الإخوان المسلمين كلامنا دا كل موثق بنقولوا لك دا مشى لجماعة الإخوان المسلمين دي لها السنة وعلى البدع دي لها البدع يا شيخنا هالبدع كان دار تناغش في إنه دي لها البدع دي مسألة تانية دا مشى لهم واقف زي وقفة دي وبتكلم أثنى على الحبر وأثنى على عصادك عبد الله عبد الماجد وقال دي فرصة للتقارب تقارب مع منه مع الإخوان المسلمين ونحن تحذر مننا وما بنقرب مننا كل التوب أول شي رفت كلامي دي جماعة الإخوان المسلمين قبلية زول لمشى لي ناس الصادق المهدي صح ولا ما صح كل مسجل مشى لي ناس الكباشي صح ولا ما صح يا حزبي دار تخلي الناس دي المتين دار تخليهم متين دا كان مطر بيقول الخروج Hoy الإخوان المسلمون ما بيرده في عنصار السنة والصوفية ما بيرده في عنصار السنة دي في زول بصدي في صوفي بصدي في عنصار سنة غيره بصدي هزاتهم صدي قده أسعلهم صدي وقال لنه على المترجchain أنожно parall56 ولا بنرضى في شنو في الإخوان المسلمين دي حلوها كيف مشاكلنا قال عندنا مشاكل بسيطة نقعد في الوطن نحلها دي حلوها كيف أنا دار أعرف دي حلوها كيف يا حزبي اتدارتها توب متين اسماعيل عثمان دا من أكثر الناس وضوحا في مفارقة المنهج السلفي الواضح من رؤوس الجماعة دي جماعة انصار السنة أنا بتكلم عن الشقين والجمعية كله الناس اللي بنتموا لتنظيمات لما نذكر لك رأس دا بيعنيك انت في نهة المطافة بيعنيك انت ما بيعنينا نحن أولئي مسؤولون عن هذه المسائل أمرك من الجماعة دي لعداك تاني لجي ناقشك في مسائل تاني من الروس جماعة محمد الأمين اسماعيل صاح ولا ما صاح نائب رئيس جماعة انصار السنة السنة لإصلاح الزل بتكلم في الحكام في المنبر شجر الغرقة وهو ما عرف صنيع يهودية ويا وزير المالية استقيل ما قال كذي دا محمد الأمين اسماعيل سألوا عن ظلال القرآن قال أبا الله إلا أن يتم كتابه قال كتاب قيم جدا في مجاله جنى عليه كثير من الناس وتناول القرآن بمنظور أدبي صاح الكلام دا ولا ما صاح جماعة أزول لما الشيوجاي معنا عبدالحي يوسف ومع التكفيرين كلام دا حاصل ولا ما حاصل ومرات ذاته يردم ردم التكفيرين ذاته يمكن يتفرج فيه وزاته دا ونايب رئيس الجماعة قاعد إلى الآن العلماء دا مجب تكلم الجنة قبل شوي عن العلماء العلماء تكلموا في الحلبي وبدعوه وردوا عليه العلماء تكلموا فيه زي الشيخ أحمد النجمي وزي الشيخ ربيع وزي الشيخ محمد بن هادي وغيرهم من العلماء غيرهم وبدري اللجنة دائمة ردت عليه في بعض المسائل وكذا وكذا الآن أنصار السنة بجيبه قبل فترة جابه هو الهواري هو الهواري بنات ملاشقات عاطفية والله سموها شنو علي مربع تجاسف سميها بطريقتك والله الذي لا إلى غيره دا يقدم الهواري وداكثنا على الحلبي وده نازشا وينول بيتبع العلماء ومنول بخالف العلماء يا ناس النازل والله واقعين في الحزبية زول كرهم بيجاي مرشد الطريقة السمانية يموت الجيل بيغادي يمش له دا يسماعي العثمان محمل أمين بيجاي ملاخبتة الهواري بيغادي يكذب كذب اصلح يقول يجوز التعامل مع أهل البدع يجي بيغادي مجمع خالي وليد الشغل يعني يعني انكرة أو كلمة نحو وهكذا النازل عندهم كذب عندهم لف دوران عندهم عدم اتباع لما كان عليه الكتاب لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في كثير من المسائل خاصة في مسائل مجانبة أهل البدع يسوه يسوه مؤتمر في الرد على الشيعة يجيب فيه ناس من رؤوس أهل البدع ويمشي الهواري بيغادي يدافع وجماعة الباقين الباقين ساكتين والله ويقول لك نحن ممكن تقول ده خطأ ده الممش معاك لقدام شوية لكن ما بيقدر يمشي كثير قل لك ممكن تقول خطأ لكن ما نقبل الإسقاط زي خالي عبداللطيف والله وداك ده في الجزيرة كما على الدين الزنادي برضو ده به جنبه يقول لك الخطأ الفردي ماذا عمموا على الجماعة وقال لي يا عديل قال لي العلم دين ما تشيل منه ولا الجرح والتعديل الجرح ما تشيلون كان جرحوا لي ونزول كلام في الأشخاص ما تشيل ها أشيلوا منك أشيلوا منه يا جماعة الكلام ده والله طويل والله الذي لا إلى غيره والنازل حزبية واضحة وبدع مستفيدة وأمره مبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونقول لهم جميعا اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الدعوة السلفية والله ذا دين ما يتحمل أدنى نجاسة قال الله تعالى في القرآن إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الله سبحانه وتعالى ما تلعبوا بالدين يا أخي ما تلعبوا بالدين ما ممكن محمد مصطفى جماعة في لغاء وفي برنامج يقول لهم كلام واضح في شبهات حول أنصار السنة كلام نقل له ودى النار دا وثغة عندي رجل لا نحسب والله أحسب قال أنا لو كلامي دا باطل في الصحابة لو كلامي دا باطل زولي يقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون فيها حظ من الدنيا وإيجع فيه محاوية رضي الله عنه وهكذا قال أنا لو كلامي دا باطل ما عقول الدكاتر ديل كل لون ما يرد عليه ولينا أصحوني أسي دا خزلان لياتو في هنا يا جماعة كذبا راحك دا خزلان لياتو لمحمد مصطفى ولا للدكاتر ما بتتقوا اللايتو ما بتخافوا من الله يا هواري ويا عدسي ودحت العدسي قال نحنا منوافقوا بيغادي بدأ يصليح طوالي زي زو شغال بياض في العرش لأنه بتقع كثير وقعت يصليح فيها يجاسفة بيجاه قال ما منوافقوا بعد شواء قال لكن له تأويل يا هزول ما تبقى واضح نحن عندنا تأويل ولا ما عندنا عندنا عديل نحن ولا تأويل عديل الحق بحمد الله وبفضل الله ونحن لا نتكبر وما يعني نحن موصلنا درجة إمام ولا عالم مساكين ما عندنا شيء ما نسوه شيء ولي شيء لكن الذي نرجوه أن نبلغ دين الله وأن ينظر إلينا الله من فوق عرشه أن نقول كلمة الحق وأن نثبت عليها وأن لا نبدلها بالأغراب ولا بالدنيا ولا بالإلفة ولا بالصحبة كائنا من كان كائنا من كان يخليك مع الحق يا أخ أنت بتخاف من شنو زول دكتور ولا غير دكتور بتخاف من شنو زول يا أخ زي محمد ترجف منه لأسي لأسي ما ترود عليه ويحذر من الإصلاح وأنا دار دار أقول لك كلام كلام ده كله الفات ده قول زحل براحة كده دار أقول لك كلام براحة كده أسمعه الناس ديل بيقولوا نحن بنقع في الجماعة كده براحة جماعة براحة كده محمد مصطفى ده طلع ورقة حذر من الإصلاح ولا ما حذر طيب ما لك ما قبلت على الزول كده براحة مش حذر وفي فيديو واحد علي عطل منان ده في المنبر بهاجم المركز العام ولا ما بهاجمون هذا ردم النفرين في زول اتطرق للنفرين ده ولا ده لك عشان لحيتهم بهضاء واحد بحنينها واحد خلاس هاي ونحن لسه ما بيقول بهضاء يعني تكون قاعد كده جاري البحث لما انتبقى فيضاء ولا تقبل الحق ندارة عارفها جماعة في شنو الشيخ مقبل ده بدري ما تكلم في انصار السنة دير بدري لقاءات في لقاء ازعيلة كندا تكلم فيهم والله الذي لا الى غيره قال الهدية فيه نزعة صوفية عديل كلمة وما تستغرب لانه قال انا بحب البراي تاني دار نزعة اكتر من كده كيف دا ديركسون ما فيه بلالي وقع كذب يا غادي طوالي تدار اكتر من كده نزعة كيف تدار يعني شنو اكتر من كده قال في في ازيلة الامارات ازيلة بتاعة الامارات والاجوبة قال الهدية دا قال زمان عندهم دعوة جماعة ديل بنخبطن عليها زمان محمد الحسن قال خدتوا المكربونات في الشارع واتكلموا في التوحيد وكذا قال فلما جاء الهدية صاحب الدفتر قال عنده دفتر داك عمك داك قال عنده دفتر والله عنده ولا ما عنده يعني بتزعل نبقى لك ازيلة الصوفية نغاشنا مع الصوفية مات ولا ما مات بتزعل ما عنده دفتر عنده دفتر قال اللي بتكلم معاه يقول له البنات ما يقرن وهنا في الجامعات المختلطة وما يناخشنا الشيوعيين وكذا قال بس دفتر دا اولي قال بيشتبك وبالتبقيت مارك هان احنا اشتبنا ما فينا واحد مسجل فيه كنت واحد مسجل مسجل يرفع عصبا فيه ما فيه يا اخي كلها والسايا كل كل كلام فارغ يا جماعة يا اخي علماء اخردوا على الجماعة دي نحن ماذا نضيع زمننا كثير وزمنكم يا جماعة علم بدري ردوا على الكلام دي الشيخ ربيع قال انصار السنة دي تديرها السرورية والآن نائب رئيس الجماعة هذي سرورية ولا ما سرورية هذي هذي الكلام واضح العلم والشيخ محمد ابن هادي لم يبقى منها الا الاسم جماعة دي والآن لم يبقى منها الا الاسم تراهو الاصي قولينا نحن زنب زاية ماذا نمش محلات قولينا انصار السنة ما هذاري بزاية تترود ولا تزكت مرات والله الذي لا الى غيره ولا لدواعش ولا لغيره جماعة الناس ابقى مع الكتاب والسنة الناس تشو البنجية من عذاب الله والله الله بيسعلك والله الله بيسعلك قاعد في جماعة حزبية تقال الكلام ده شغل عصبجية بس الله بيسعلك يا زول كذي اصحى براها كذي اصحى بتفارقهم متين اتا يا زول اصحى قال الله في القرآن اذ انبعث اشقاها دي الكم اذ انبعثكم اشقاها دي الكم اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه قال شنو فعقروها قل عقرة كم واحد كنت تفكر في العيات فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها عقرة واحد لكن دي لك شارك اللي بقول لا يشتغل والبقول له كذا والبرد كلامه كلهم دمر عليهم ربك سبحانه وتعالى دمدم عليهم لذلك يا جماعة موضوع خطير تقاعد لك في جماعة رؤوسة بيلعبوا بالدين وباسم الدين وهاجموا في اهل الحق يهاجموا فيهم يا اخ وين التربية السلفية نازل ورون محمد حسيني عقوب ورون محمد حسان ودي المبتدع لا شك في بدعتهم ورون ديل ما ورون شيخ ربيع فترتنا معاهم دي تشت ما ورون شيخ ربيع وروق ليتا ورون أحمد النجم ورون العلمة ديل ورون حافظ حكم العلمة ديل ورون ليون محمد حسيني عقوب تلاتة طلقات الليلة ستة طلقات في اضانك تعرف الحق يبتلع بي اخ بالدين لعبي اخ بالدين الاسلام يا جماعة النازل ولا الليلة ينخش في مزالة الصحابة لا الليلة ينخش فيها لا الليلة دفتنا الكبار سكتوا مننا الكبار زبير بن الحوام قال ما خدت معركة إلا عرفت موضع قدمي فيها إلا هذه لا أدري أهو خير أمشر اتعلم من الزبير معاوية رضي الله عنه قيل له في في سير أعلام النبلاء أنت تقاتل عليا أنت أولى بالأمر منه قال لا والله ما أنا أحق بالأمر منه إلى آخر كلامي تاني نحن نصدق معاوية الله محمد مصطفى دي وين يبتغون في القلب يعني الله ذكر لك الظاهر وذكر لك الباطن تاني بتتكلم فيهم دي يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الصدق قال ابن عثيمين مطابقة الخبر الواقع لما الصحابة دي يقولوا آمنا بالله ده خبر واقع آمنوا بالله عندك شكت والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون وين في صدورهم اقتتلوا من أجل شنو من أجل السلطة من أجل دي دي ما وضع شنو النية من أجلي يعني هذا غرضهم وقال ولا يجدون في شنو في صدورهم يأخذ كلام باطل تتلوا في سلطة يا صحابة خلوا بيوت خلوا ديار خلوا أهل خلوا الدنيا وما فيها وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى ونحن ونفصل كثير في الموضوع هذا لأنه واضح لأنه النصوص قالت والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم الزولة اللي بيؤثر ده جماعة ما حاجة غيره حاجة ذاته بيديها لي غيره صحابة قال لك حاجة بيديها لي غيره وهم محتاجين لها يكاتلوا غيره في حاجة ما حاجة حاجة قال لك بيديها لي غيره هم محتاجين لها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم شكيف شرح السنة للبربهاري وتعليقات الشيخ الفوزان قال الآيدي ثلاثة أجسام قسم الأول المهاجرون قسم الثاني الأنصار قسم الثالث إلى قيام الساعة لو دارت خش فيهم مرحب بيك الحمد لله ولو دارت خش بغالي تمشي الفتحات أمش أنا بينا لك الحق بعد ذاك بي طريقتك بينا لك الحق لكن رعد تمش شوف الندام البجيك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يشهد الله المستوي على العرش ما في قلب أحدنا فيما أعلم يعني عن نفسي وظن في إخواني غل على صحابي واحد ما فيه أديل أحسن من أي زول من الأمة دي إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تشيل غيل يا أخي تخلي أهل البدع دي يا أخي واصل في هجومك له واصل في الحزبيين واصل في الجماعة دي لك شوف تمشي تقع في الصحابة عديل كذي يا ناس والله الذي لا إلى غيره موضوع ده خطير والزلد ابتدع بدعة يتحمل جريرتها في الدنيا وأسأل الله يجازيه بها قبل موته إن مات عليها يا أخي ما أقول يا أخي صحابة صحابة عديل يا أخي صحابة يموت يا جماعة العرش اهتزى يموت هنا في الأرض سعدي بن أبي ابن معاذ العرش اهتزى اهتزى صحابة يقرأ قرآن سيد بن حضير الملائكة تنزل نور لما الفرس يجي ديل أنا بقع فيهم بقع فيهم يا أخي صحابة عديل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في صيح مسلم وجاهل صلاة العشاء فوجد الصحابة جالسين قال أنتم جالسون قالوا نعم يا رسول الله قال ما الذي أجلسكم قالوا الصلاة يا رسول الله قال آه الله أجلستكم الصلاة قالوا بلى يا رسول الله في صيح مسلم قال أنا أمين لأمتي قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد وأنا أمين لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو كما قال صلى الله عليه وسلم إتقع فيهم إتقع فيهم إتت ولذلك يا جماعة هذا موضوع خطير والله الذي لا إلى غيره وما يقبل الجدل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وده حدنا يا جماعة وده اللي استدلب الشيخ الفوزان على عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة وأنه إلا أن يستغفر لهم صحابة دي لتستغفر لهم تردى عليهم تسأل الله يجمعك بهم في الجنة وده المقصود يا جماعة أبعد من الحزبية كلها وده نصيحتنا لكم الناس تكون على التوحيد تكون على السنة تبعد من كل الأحزاب يا أخي ما تبقى مركز عام ما تبقى إصلاح ما تبقى جمعية ما تبقى وابل صيب ما تبقى أي شيء يعني نبقى عصبجية ما تبقى عصبجية أنا مش وين بعد تنتيه تمشي البيت طوال ما بشي تقرأ الكتاب والسنة وتدعلم وتقرأ عن السنة وتدعلم أقرأ فيه في كتاب جميل جدا اسمه الفرقة الناجية الشيخ أحمد النجم الله كتاب قيم جدا أذكر لك الوصول تك 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 وصول السنة للإمام أحمد شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للشيخ للصابوني النجيض الأول وشرح الشيخ ربيع ابن هادي نحسبون الاثنين كتب تستفيد منها الأجوال المفيدة تقرأ للشيخ الفوزان تعرف الحاصل في البلد دي تعرف مخالفة النازل يخلص أهل البدع وشوف أنا أدي قاعدة عشان أقدم شيخ مزمل أدي قاعدة عارفة تلقاه أي زول تلقاه ليم مع أهل البدع تلقى شديد على أهل الحق تشوف الكلام أي زول تلقى ليم مع أهل البدع تلقى شديد على أهل الحق أي زول تلقاه شديد على أهل البدع وأهل الباطل تلقاه ليم مع أهل الحق توضع معاهم وإحسن وما يدعال عليهم وتلقاه زول طيب معاهم وإيش قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم وكلمة أخيرة أنا أختم بها الدعوة دعا جماعة في رقبتكم شات قل لكم أي زول لغل في الحزبية دعا بيمرك خليهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا بعد بيّنت له يعني فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى والله أنت بعد الدعوة دعوة خدها في رقبتك طوال أنشرة مشيت محل نادي الناس قاعدين فيه وكذي اجتمعوا الدوق فرصة تكلم في التوحيد طواهي والسنة وناصحوا وامرك مشيت السوق لقدت حلقة شغالة طوال اشتغل توحيد وسنة مشيت غرية مشيت مدينة جيت مسجد في كل مكان بلغ دين الله سبحانه وتعالى جانب أهل الباطل دين تاني متجالس صلاح جود ده حرام تسمع له حرام والله حرام والله حرام تسمع له لقاك في الشارع سلم عليك زح يدك طوال واحتسب عشر حسنات احتسب عشر حسنات ابن تيمية قال اي حسنة بيعشر حسنات لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وانا جبت لك الأدلة على إنه ما الدل زول وقع في بدع وباطل ده ما يرد عليه ذات السلام جبت لك الأدلة من فعل النبي صلى الله وعلي وسلم ومن قوله تلقى في سنة بداود وفي غيرها وقال رسول الله صلى الله وعلي وسلم ودستدلب الشيخ مقبل ومن سالته بت قلت له قلت له سؤال ولا سجدت سؤال إنه هل اتقدم ليه سروري ولا تبليغي ياتوا فيه هنا وقال راني لا شاب ده مرة من أشرب في جال مهم بعدين ادالي لا والله قلت له اتقدم ليه سروري ولا تبليغي واحد في دين سروري موش سروري قال لها ما تزوجي شوفي واحد تاني والله قال لها بعدين فصل لها وكذا 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 في النهاية ذكر لها قال لها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إنسان جانب ذل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث واضح كيف مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك أنافق شنو الكير فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة أزول ببيع ريحا دا يدك فتيل هدية استفدت ولا ما استفدت استفدت تراه ولا اشتريت منه استفدت شلت لك ريحا ولا قال لك هاك جرب كذي شم بدك لها في يدك بخ كذي ببقى لك في يدك كان ما اشتريت منه ولا ادك هدية إنت بتمش منه ويدك بكون فيها شنو استفدت ولا ما استفدت دا حامل المسك نافق الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنى هزول بينفق في الكير ذاك بيزخن الحديد بيقلبوا عتلات وحاجات زي دي ما شفتهم بيقلبوه تمشي جنبه قاعد جنبه ذا لا في مروحة لا في مكيف ما بطفي شغلت وشغلت ماشا يا جاتك شرارة إنت متكيف من لبسة باكستانية وظريفة وجل جلابية ودفعت قدها لك طوالي خربة لك تعالي بتمشي بها خطوبة دي ما بتمشي ولا كيبا يا خالي ما بتمشي بها وبعدين ريحة بيكون فيها ريحة شنو بيقعد جنبه بتشون ريحة طيبة نافق الكير دا طيبة جماعة هزو صاحب المعصية جلسوا ألا ما جلسوا أشد المعصية ولا البدعة إذا كان صاحب المعصية دا بتاع السكر وبتاع اللخبة وبتاع الحاجات دي دا جلسوا طيب البدعة كيف مش شدة من المعصية طيب زول بيسيب الصحابة باري لشيخ بيقع في بتكلم في الوزير وغير وأنا ماذا رعيد لك الكلام دا جلس خير ولا جلسوا دا بتقعد معاو تتهجر طوالي والله الذي لا إلى غيره تهجر والله يتقبل منك لذلك يا جماعة الناس تبعد من أهل البدع من الحزبيين وتكون على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة أمشي بالليل صلي لله أقرأ قرآن سبح استغفر حافظ عليه صلاتك في المساجد وفي الجماعات اجتهد في طاعة الله غض بصرك من الحرام إذا علم العلم النافع بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى أخلص لله ظاهرا وباطنا ما تلتفت للخلق ديل شق دربك اتوجه إلى الله تضرع لله سبحانه وتعالى بلغ دعوة التوحيد ودعوة السنة واصبر حتى يدركك الموت آجلا أو آجلا شكرا